اشتركوا في القناة طبعا تحل كنا قد رأينا بأن الحصان كان يسير في طريقه وإذا به يفاجأ بالقنفد يقطع الطريق فأغاده هذا الأمر مما جعله طبعا يستهزئ من خطوات القنفد ومن سرعته طبعا رأينا ردة فعل القنفد حينما تحدى الحصان وقال له بأنني سوف أسبقك إذا ما أجرى معه سباقا طبعا تحل أنهما اتفق على يومين محدد ثم إن القنفد طبعا نسق مع زوجته من أجل الإطاحة بالحصان طبعا ندور لنسي بالصلاق عندما نرأل السلاة ساعة جدا لم يكن من السحر لتشرف مباتل أجراء رجل على الجهال فإن ف tongue رجى وقفتين وقفتين فالما ينزع وقفتين كل جهال والدفاع في الرجال تترى اهن بوصل وفي والاнегоجهب الارفد تت ND ثم تتعربع و تتعرف موووالا ومووالا ايشاق five والامامما مميز شو سوه و رجول وَّهن برى عم بوصله ورسون تتلقى يريسون تتلقى مووالا سي قول دويرسون يتو؟ جسوية آماني داند وموالا شو واي وليس اتلقى وموان الى يرسون بتتلقى يقول chaos جدا فخاو مهويله لا رسي قليل لبيع العيب لا تكون الكبير فى رسيلي فهوه و أكبر فلا حسنا فضلا تغني الارس والعددك رسيلي وقف غانده فى رسيلي فى رسيلي هوا فلا شخصان مهويله فوقت وشعر ممتازا وداعا وكثيرا وزيطان أفضل مع جدا وكثيرا وقعته ، وانت حدث ، أقول لقد قطعت أنت سأسرسل ولكن أتبع ، فلقنات سأسرسل وقفتاً 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 إلى الأرض وقفتاً ، وقفتاً ، لقد قمت بتزيح ، وقد تعطيت هذا الشعور سيسد الهوارسون على الهوارسون أين ستتموضى الهوارسون على الهوارسون في نقطة الهوارسون أو في الهدف المقصود على المرتفع على الهوارسون ستتموضع في النقطة الأخرى في النقطة النهاية كونيفا تيل متى ستذهب لها متى ستذهب لها متى ستذهب لهذا المكان أو لهذا الهوارسون إليفا لفاي يعني أنها ستذهب له يعني لهذا المكان لفاي المقصود بلافاي يعني اليوم الذي يسبق اليوم الموعود المتفق عليه يعني اليوم الذي يسبق اليوم المتفق عليه الهوارسون ستكلين يعني نهاية تيسد الهوارسون يوضح لزوجته المكان المتفق عليه مع الحيسان والذي ستتموضع كونيفا تيل بيانسور لفاي لماذا هي ذهبت ستو يعني باكرا كما رأينا بأن القونفود اتفق اتفق مع الحيسان على يوم محدد لكن القونفودة ذهبت للمكان المحدد اليوم الذي يسبق اليوم المتفق عليه اذا يجب أن يكون اتفق لذي ستو لماذا هي ذهبت ستو يعني تحطو مبكرا كونه هي ذهبت ستو لذي ستو كونه كونه أتفق لذي ستو ومن هم لذي ستو تعالي ترافق ذهبت له كونه كونه نعلم تقول لذي ستو اثنر لذي ستو لذي ستو لذي ستو لذلك يجب أن 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 يعني أن الكنفودة يجب خدw الراقرة بدون أن يل opportunities بظ eat antigين الإيريسوني يجب أن يدارى وبظائر افيده عندما الإيريسوني د Sandy نقوله يک غير المائل تاون أن تجيب الـائيسوني پوش كيف ذковت أن الكنفودة ترتش بخ помощью الإيل لا يعيصون يعني أن القنفودة بوس أنها أطلقت تعجوبا جملة تعجوبية عبارة تعجوبية يعني ما هي هاد العبارة يعني قلت لو ستجد السباق ضد الحيصان بوكوا بوكوا إلا بوسي ست لاش طلقت هاد العبارة لأن الانفراتية اخريت من الى زوجياء لانا الا يدى التلقات من زوجيا وذى بأ من لمن تقي هاد العبارة كما من الى هاد العبارة كما نعيصون الآن من هاد العبارة ستجدع لأكى عندما يقارب للأغربية كما من ازجاد من الانفراتية وان هذا النوع منitter فهو لا يفعله فهو لا يفعله هذه المرة فهو يفعله بشكل مجرد وفهو يفعله بشكل مهم وفهو يفعله بشكل مهم سيئة هدولة عبدالحال بي دوورين مهم من أجلي هزيمة الحسان وليس لحفو وليس لحفو وليس لحفو يعني هذه الطريقة التي سيتتبعها القنفود والتي بطبع الحال تتركز عليه الحلق من أجل هزيمة الحصان أنا لدي إلا كلمة واحدة المقصود بأنه له تعهد واحد مقصود بأنه إذا قال كلمة لا يتراجع فيها إذا أعطى وعد فهو لا يتراجع فيه إذا انطبعت الحال كما قال القنفود هل هذا حقيقي؟ هل هذا من طبيعة القنفود إن صح التعبير؟ peut-être que oui peut-être que non mais ce qui importe ici c'est que le RISOA respecte bien sûr son rendezvous est-il exact au rendezvous ? يعني هل كانوا من دابتان في موعده est-il exact au rendezvous ? bien sûr d'après l'histoire le RISOA est exact à son rendezvous et qui donne le départ ومن لدي عطى الانتلاق إذاً لجور مولاً بادي ومولاً ل החوال يأشد . أسنى . أحبت é . ونظر . أحبت إذن . أrage . موجود . إلى . كتاب يثن . أنت في المكان . في الصندوق . أنت في الملاحك . أنا أحبتة . على هل الأهد . أحد إذن . كان إذا كان سيأل المكان . كان سيأل . سيأل . يعني أنت فيه هذا المقصود هنا ولكن المقصود أنه يفهم بأنك لازلت على ما قلت أو أنك في المكان الذي حددناه يتو جي سوي أنا فيه c'est-à-dire كله exact à son rendezvous يعني أنه كان من دابت في موعده Allons ايضا 1, 2 et 3 بيانسور que le cheval qui a donné le départ 1, 2, 3 كون بيادو كورور son parti بعد 1, 2, 3 ثم انطلق يعني كم من متسابق دهب كم من جاري تنتكلموا على الوفر كورير يعني جارة كون بيادو كورور son parti كم من عداء يعني دهب seul le cheval qui part c'est le cheval qui part tout seul يعني أن الحيصان هو الذي دهب هم عفل كون بيادو كورور في بعد الوقوف أبوز ملتعك أو بغوات بغوات مدقل يقول أنه يأروه ما يجلبه ملتخل و ملتخل جلبه ملتخل أبواته أبواته شخصاة ما يكروى؟ نعم ملتقل؟ مبدو كيف يتعل؟ نتقل؟ بيانين لبقى اسفوه أنه يتعلقها يتعلق كيف يطلبه الآن لا يؤمن انه يتعلق اينه سهل يعني أنه أبواته كيف تعلق؟ كيف تعلق أنه يتعلق؟ عندما يجد القنفود او القنفودة ماذا كان يفعل حين اذن؟ بانسور شاك فوى كالتخوف الاريسون الاريسون سيطنا دابور يعني انه كان يفاجأ اولا يعني انه يجد القنفود امامه وهو اسرع منه اذا الاريسون سيطنا يعني ان الحيصان كان يفاجأ من ذي بوان الاريس يعني انه لم يكن يرى هاد الحيلة اذا في كل مرة كان يفاجأ ثم انه كان يستمر دوزيامو كسكلادي تدوى ايطح سوخسيي يعني يجب ان تكون يعني مشعود يعني انك تمتلك قوة خافية في الشغال تدوى ايطح سوخسيي يعني يجب ان تكون يعني مشعود وساحير تمتلك قوة خافية ما دمت انك تكون هكذا ما دمت انك تكون بهذا الشكل انك تسريقوني والمنطق يقول غير ذلك ثم انه كان شاكفة الروبخون ساكورث يعني انه في كل مرة كان يأخذ سباقه جديد كما رأينا في ما سابقه يعني انه بدأ يتكلم غير راضي عن هذا الامر اللي يراه ثم ركومنصو ادن شاكفة الستانة في هذا المكان المتفاق عليه ماذا نظر؟ أنه يزداده تأبن بعد السباق أكثر من سبعين مرة إذن يركمنسى 60 مرة في كل نهاية سباق أنه يجد القنف يقول له مووالا يعني أنه يجد متواضعا لكنه فريح يعني بعدها ماذا؟ يعني أنه لم تكن لو شعر جاف المقصود بأنه كان يتسبب عرقا يعني أن أوصله كان يخرج من صوت يشبه صوت الذي يخرج من المسهر الذي يصهر في الحداد الحديد ثم بعدها كله يغير تيل ألفا ماذا حصل له في النهاية؟ لماذا؟ طبعا تحل كما رأينا في المسابق بأنه في النهاية أنه سقط وهذا قال وهذا الجزء من جدا الهجد أنه رحلة هي المولد غدا أو دينه وتستمن بنا وتستخد عشرات players عن قلم энергفاد وهي أُعلاه لأنه كان مزات كان مزات في أخر المطاف أن القنفود سيربح السباق بهذا الحلق الكلمات والمصطلحات التارية إن كولين مقصود بها المرتفعة أن ننضغه يعني المكان أو الأطيغة حيث الأرض يعني أنها جد مرتفعة عندما نسعد هذا المرتفع نتسه يعني أننا نكون مرتفعين وننظر بعيدا يعني عندما نسعد فوق المرتفع يمكننا أن نرى بعيدا وننظر بعيدا يعني أننا ننظر بعيدا معين كولين نجام تخيه يعني أن المرتفع ليس ليس بالمرتفع جدا المقصود لأن الجبل هو أعلى منها الجبل يكون أعلى من هذا الهضبات إن صح التبير معين كولين نجام تخيهوت يعني أنها لا تكون مرتفعة بشكل كبير جدا صورسي يعني الساحر أو المشاويد يعني أن الناس أما تحل نعبر عنها بدء هنا نتكلم عن الناس غير معروفين نتكلم عن الناس نتكلم عن الناس يعني أنهم كانوا يعتقدون بأنهم عندهم القدرة والقوة والسلطة لكي يرموا مصيرا على الناس يعني بحالة نقولوا تيرميوا عليهم وحد المصير وحد القدار يعني أن الناس كانوا يخافوا من السحراء أنهم ما يكونونش راضين عليهم وبالتالي أنهم يسخطوا عليهم ويرميوا عليهم شي قدار معين مدام أن السحراء يمتلكون قدرة وقوة إلى أخره والسلطة إذن دول يتخلصوا وكانوا تأمنوا بأنهم ممكن يحولوهم يحولوهم الحيوان يحولوهم أي حاجة إذن دول يتخلصوا دولي زوجي أفاق سوكي الفولي وكانوا تعتقدوا بأن السحراء عندهم القدرة والسلطة باشي جبروهم باشي فعلو سوكي الفولي ما يريدونه يعني بمجرد أنه يطلب منك شيئا فعليك أن تستجيب له وإلا سيجبرك بفعل ذلك وإلا سيجبرك على فعل ذلك أو ربما يحولك إلى حيوان أو ربما يرميك بقادرين وما صير سيء طب هذا الحال فتؤدي التمنى غالية لذلك كان الناس يقدرونهم ويستجيبون لهم ويلبون لهم رغباتهم سلوكي اطي فيكتيم دان سورسي اطي انسورسلي اللادي سلوكي اطي اللادي كان فيكتيم يعني ضاحية دان سورسي اللي مشاعويد اطي يعني أنه كان اللي توقع له كو كان انسورسلي تنقولو عليه وتنوصفوه بأنه انسورسلي يعني أنه مشاعود اطيق 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 وانا صاحب الخطوات السريعة الاخيرة البارفان سلوكي سلوكي المقصود بها الاريفة يعني المقصود بها وصلة جسوي المقصود بها جسوي اريفي أنا وصلت له طبعا تلحال هادي ايجريك تعود على المكان جسوي المقصود بها جسوي اريفي يعني أنني وصلت له سواء قلته هذا أو هذا فالمعنى واحد موديست بافيه موديست يعني متواضع بافيه يعني غير فاخور بافيه غير فاخور ومعتز كنو شخش با اصوفونتي يعني نقول حنا بدرجة اللي ما تبحثش على باش يبان صوفونتي يعني ان الانسان تبغيبان تبان بالحسب ديالو ينفخ نفسه بالحسب ينفخ نفسه بعمل مق او انه يظهر نفسه بانه احسن من الغير اذا نتكلم عن قلنا عن القنفود عندما يسبق الحيصان انه يبدو دان ناغ موديست يعني فعاد الهيئة موديست متواضع المقصود بها دان ناغ طفيه يعني انه يظهر بعاد الهيئة غير معتز وغير فاخور ولكن قلنا عنه قيغي يعني انه فريح اذا كنو شخش با اصوفونتي يعني ان القنفود عندما كان يسبق لم يكن يظهر فخرا ان صح التبير ايضا كما قلنا موديست بافيخ كنو شخش با اصوفونتي ايضا كما قلنا قيغي كما قلنا قيغي هي تو كونتا قيغي يعني انه فارح جدا وايضا كي المقصود بها فارح تخيبوشي كما رأينا في اخر نص بيوتي كونتا اون بياغ يعني انك تصطدم بحاجارة ايب باغ دا لكيليبغ يعني انك تفقد توازن اينا نيمي المقصود بها كنو بوشبا الذي لا يتحرك نقول كمثال عن الرسم متعركة لديسا انيمي ولكن اينا نيمي المقصود بها عكس انيمي اذا قلنا عن رسم مثلا ديسا انانيمي المقصود بها رسم غير متحرك ديسا ديسا انيمي المقصود بها رسم متحرك يعني انه يتم تحريكه ايضا طبع هذا الحل حيصان كما رأينا بانه سقط جامدا غير متحرك اذا عندنا هاد الاسئلة الاخيرة هل كانت نفس المقصود هل أهز مقصود أن amendر لا كثير هل أظوما نفس المقصود الذي أرى مقصودook كذا هو wounds أن أعلى في أجل عمتحة يقصود وصل والمقصود يعني أنه قفität وصل الأحية اذا كان على نفس المقصود كان على مقصود أقصود كان لدّ 태 smackه أعلى الحيصان الأة outine Aku وجم採ل في أعلى المرتفى على خذ ان تتبع يعني انه يرة تمام المقصود تبدل حال لشين ان اشجار البالوت دي بار يعني في البداية بيان سور كسا نتائي با لمام ارسان پوركو اتتل پوسيبل كن نسان اپرسوى با لمادكانا ممكن بأن لا يل محا همه بأل ليكتشفه همه پوركو اتتل پوسيبل كن نسان اپرسوى با لمادكانا غير ممكن بأن او يل محا همه بيان سور كن نسان اپرسوى با بارسوى با لنه ارسان ارسوى با لمادكانا لأن الهرسون يتشفه همه جان و هرسون عندما يتشفه همه سماندخ يضهر نفسه يل اه ار تغير يل اعني انا وكان عنده وحد الهيهة يعني فريحة لماذا؟ لأنه يمكنه أن يكون للمعيد شعوراً وأنه يزاله محلقة هل أنه مستمر مزيد؟ هل كان جدا؟ يبدو أنه لم يكن مستمر مزيداً لأنه لم يكن للمعيد سيدة يعني صباقاً سباقاً يعني هاد الحصان المسكين هل كان عنده كأننا نقول يعني المخ المقصود بالمادة المكونة يعني المقصود هنا هل كان له تفكير هذا هو المقصود يعني هاد الحصان المسكين هل كان عنده يعني ما هاد الحصان يعني هاد الحصان المسكين من الآن sooner و PRESIDENT بإضافته فهو يمكن أن يكون ساكر بأنه لخالص في المنزل إذن فهو كان ممكن للحيسان انه أثناء الجري وإثناء السيباق انه يتأكد من أن يكون قد أن يكون لخالص في جانبيه إذن فهو طالب أنه يمكن أن يكون ساكر بأنه لخالص في المنزل هل ترتي الحصان؟ هل تتدمر للحصان؟ وهو بالمناسبة لفر بلندر تعني اشتاكر ولكن هنا عندنا بلندر تعني أنك ترتحى الشخص إذن لفر بلندر ولماذا؟ طبعا حسب كل شخص هناك من سيقول بأنه يرتحى له نظر الى الحال التي وصل له بعد السباق و هناك من تبات الحال التي يقول بأن الحصان يستحق هذا الأمر لأنه هو الذي تعلم harina veطى لا يسألة من عيوف لا يطلب العيوف لا يسألة من عيوف لكي من عيوف والدينا بجواء بروسنا لبما خالف لدينا عيوف عالين كان ماريده الآن نقول لدان عالين كان ماريد إذا نقول في الصرف طبعا تحل الصرف دي لفر بإتر في الباسي كمبوزي نقول جي أتي تي أتي إلا أتي نوزاو أتي إذا هذا فيما يخص الحلقة حياكم الله وإلى لقاء قريب بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر